غناء الأطفال بأول كم لحظة بعد ولادتهم رح نسأل إذا غناء أم بكاء إذا هو ألم أم ضحك عن حال الأطفال حديثي الولادة للحديث عن هذا الموضوع المهم جدا خاصة للأهالي الجدد تنضم إلينا بالستوديو دكتورة لطيفة الحناوي بذكر دكتورة أنه حضرتك اختصاصية في طب الأطفال وحديثي الولادة أهلا بك صباح خير الأطفال حديثي الولادة والأهل حديثي الأبوة يعني في اتنين عنصرين جداد على بعضهم والأهل خاصة الجدد مع أول طفل بيجي على العيل دكتورة ما بيكونوا كتير بيعرفوا قد ما يمكن اختبروا عن الإنترنت أو قرأوا بكتب هذه التجربة هي شخصية رح أطرح عليك مجموعة من الأسئلة ممكن أن تكون هذه الأسئلة كتار بيسألوا لأنهم ما بيعرفوا خلنا نبدأ بحالة الطفل يعني منشوف الطفل في ناس بيقول طفلي بينام كتير أو طفلي ما بينام كتير ما هو النوم الطبيعي والعادي لطفل حديث الولادة؟ مثل ما حكيت الأهل بيكون عندهم شكوي أنه يا بينام كتير يا مع بينام الحديث الولادة الطفل بينام بشكل متقطع فأحيانا الأم ممكن تلاقي أنه هذا الشيء تفسره أنه مع بينام كتير بس الطبيعي خاصة بأول أسابيع يكون في نوم متقطع ممكن من 20 دقيقة ل 50 دقيقة ما بيبلش يكون في عنده ساعات نوم متواصلة قبل عمر 3-4 شهور فمنطمن الأم أنه طريقة هذا النوم هذه طبيعية للطفل وساعات النوم ممكن تتواصل من 12 إلى 16 ساعة بالـ 24 ساعة ممكن يكون إما ينام ساعات طويلة أو بشكل متقطع لا متقطع بداية بيبلش ينام ساعات طويلة بمعدل 3 إلى 4 ساعة أو أكثر مبدئيا على عمر 3 إلى 4 شهور يعني حتى استقاض الطفل بالليل هو أمر طبيعي طبيعي طبعا لأنه في ناس كمان بيقولوا أنه ما بينام بالليل بيستيقظ بالليل هو أمر طبيعي أمر طبيعي خاصة أول شهرين 3 وبس يبلش ينام ساعات متواصلة ممكن هالساعات متواصلة تكون أثناء النهار مش أثناء الليل يعني هذا حسب حظ الأم حظ الأم والأب كمان حتى نذكر أنه عملية التربية عملية مشتركة عملية مشتركة طيب من النوم إلى البكاء ربما البكاء هو أول صوته بيصدره الولد لما بيجي على هالدني وهذا البكاء ما كتير بيفهموه الأهل هل عادة يبكي الولد أم عندما يبكي يعني هو بحاجة لشيء معين طبعا البكاء عند الأطفال هو اللغة التواصل الأولى اللي بيستخدمها الطفل من الولادة فبما أنه هيدا التواصل موجود الطفل بيعبر عن كل احتياجاته بالبكاء فإذا كان هو جعان لحيبكي إذا كان حاسس بالبرد لحيبكي حاسس بالحرب لحيبكي حاسس أنه هو متضايق الدايبر أنه بده تغيير كمان برضه بيبكي الحصاد ممكن يكون زاجه أكيد بس يكون مزوج بس بده ينام بيبكي بس يكون عنده ألم بسبب مغز أو غازات أيضا بيبكي وممكن يبكي الطفل لمجرد أنه هو بحاجة ليسمع صوت أمه ليسمع دقات أمه يحس بدفاها فمنلاقي كتير الأمهات بتقلي أنه بيبكي مجرد ما أحمله بيسكت لأنه هو بحاجة لهذا الاهتمام وأنه يحس بدفا تبع أمه جميل هالشيء يعني جميل كمان أن تعرف أنه الأمهات أنه مجدروري البكاء يعني عنده مغص أو بحاجة لياكل مرات بحاجة لألعب حاجة عاطفية أيضا يعني يبكي لحاجات عاطفية هل ممكن هناك أنواع من البكاء دكتورة يعني هل كيف تعرف لطالما بيبكي كيف تعرف الأم أو الوالد كيف بيعرفوا أنه شوي الحاجة اللي عم يطلبها الطفل من خلال البكاء طبعا مع الوقت الأم شوي شوي تقدر تفرق أنه قاعة بيبكي هلأ لأنه جعان أو لأنه ممهوز طبعا شيء أشياء معينة بتصير مع البكاء ممكن تخلينا نعرف أنه هو هلأ جعان مثلا لما يبكي ويتلفت يمين الشمال بيكون عم يفتش بده يردع إذا كان ردعه طبيعي أو صناعي ومنلاقي أنه بس الأم تعطيه هذه الردعه بيهدى وبروق بيقف البكاء بالنسبة للمغس بيكون شديد الولد بيعبئ بيحمار بيرفس دايما إجراء لأسفل بطنه فهذا معناته أنه ممهوز إذا كان فيه ألم مغير للمغس والغازات ممكن بالعكس أنه يشد حاله يشد إجراء يشد دهره لورا فممكن هذا معناته أنه لأ فيه ألم غير عن المغس والبكاء وممكن أنه مثلا نشوف طبيب أو إذا مهد الطفل فمع الوقت الأم ممكن تقدر تفرق بأنواع البكاء وتوقيت البكاء وإذا عم يبكي بشكل متواصل ولا لأ شو معناته وشو بده مهمين كمان أيضا هذه المعلومات يلي من مراقبة الأم والأب للطفل ورح يعرفوا من نوعية بكاء وشو ممكن تكون الحاجة عندنا نية تجربة يعني إذا البكي وأكل ويرتاح ويرتاح معناته خلص وفيناه الحاجة أيضا من البكاء عند كتير أسئلة ومن البكاء رح نروح للأكل أيضا الأمهات والأباء الجدد بيقولوا فيه كمان عندهم معضلة ما عم يشبع أو ما عم يأكل كتير الكمية لازم يكلوها الأطفال حديثي الولادة ماذا إذا شعرنا أنه الطفل ما عم يشبع فعليا عم يطلب غذاء أكثر وأكثر حلق بالنسبة لأطفال حديثي الولادة اللي بيحصلوا على الرضاعة الطبيعية من الأم نحن ما فينا نحدد للأم الكمية خاصة أنه بيردع مباشرة منها ولكن فيه علامات شبع موجودة الأم بتفكر لأنه الطفل كل شوية عم بيطلب منها لأنه ممكن يردع من 8 إلى 12 مرة في الـ 24 ساعة وهذا شي طبيعي ممكن أوقات تحس أنه الطفل كل شوية عم بيردع منها فهل هو ما عم يشبع هو أكيد بيكون عم بيشبع ولكن عم بيحصل على كميات مختلفة كل مرة ما بنقدر نحن نحددها علامات الشبع أنه الطفل من بعد هالردع بيهدى بيخفى بيقدر يحصل على النوم اللي هو إلنا متقطع 20 ديئة 50 ديئة فحتى لو بعد 20 ديئة فاق بالديور دعا مش معناتها ما شبع عم يبول كذا مرة في اليوم لحفاظ منه ناشف لفترات طويلة في براز أول فترة بعد كل ردع ممكن يصير في براز وهذا أمر طبيعي معناتها هو عم بيشرب حليب وأكيد زيادة وزنه كلمة هيك المتابعة مع دكتور الأطفال لما نشوف نحن أن الطفل ونطمن الأم أنه عم بيزيد وزنه بتقتنع أنه لا عم يشبع وحليبها كافة بالنسبة للصناعة فينا نحدد الكميات حسب العمر وأيضا حسب شبعة الطفل نحسبه حسب الوزن يعني إذا 3 كيلو ممكن يعني 300-400 ملي بالـ 24 ساعة بداية ومتتقصم نعم طب دكتورة الأباء والأمهات الجدد بيبدأوا مع الطفل بدون ينظموه حياته من لما بيخلق وبيحسوا حالهم مسؤولين أنه نظموه نومه ونظموه أكله إلى أي مدى عملية تنظيم الأكل والنوم هي صحية أو يجب أن نترك الموضوع للطفل يعني على سبيل المثال في الناس بيقولوا لا خلوا يجوعوا على الساعتين بعدين طعمين لأنه هذا الشيء عم بيتنظم أو لا حاولوا ما تخلوا ينام على الساعة 3 لا يقدر ينام على الساعة 10 بالليل وما يوعيكم هذه العملية إلى أي مدى هي عملية مفيدة للطفل من يجب أن يتبع الآخر؟ بداية بدنا نتبع الطفل بأول أسابيع لأنه صعب أنه نحن خاصة إذا طفل حديث ولادي بيرضع طبيعي نظامه هو عدم النظام يعني منسمي أنه النظام الغذائي طبعه هو يعني الفيدنج طبعه هو غير منتظم هذا الطبيعي طبعه نومه غير منتظم هذا الطبيعي طبعه فصعب إذا طفل بيحصل على رضاعة طبيعي بأول أسابيع أنه نحن نايمه إمتى ما بدنا نحن أو يشرب حليب إمتى ما بدنا نحن حتى الطفل اللي بيحصل على الرضاعة الصناعية ممكن أول فترة ما تكون كتير منتظمة بس مع الوقت يعني خلال أسبوعين ثلاثة ممكن أن نظم له وقت الرضعة في الساعتين ثلاثة لأنه عارفين كميين عم بيخدف عم بتشبعه بينما بالنسبة للنوم بيبقى أنه كيف هو بدي ينظم حاله أول فترة مع الوقت بيبلش هو ينتظم نومه وساعات نومه بس أول شهرين ثلاثة كتير سعب خاصة الطفل اللي بيرضع طبيعي أنه نظم له أي شيء بحياته دكتورة يعني مع ولادة كل طفل جديد في خوف وفي مسئولية وفي بعض الأهل بيخافوا أكتر من أهل ويمكن في بعض الأهل بس يشعروا بأي تغيرات عند الطفل بسرعة بياخدوه عند الطبيب شو هي المؤشرات خلنا نقول الفعلية أو الضرورية يلي بساعتها يجب أن يزور الأهل مع طفلهم حديث الولادة الطبيب أنا دايما بنصح الأهل الجدد يزور الطبيب الأطفال زيارة أولى خاصة على عمر الأسبوعين وطبيعي لما يولد الطفل قبل ما نطلع على البيت بيكون كمان في طبيب أطفال لحيف حصد البيبي ويشرح الأم يعطيها النصائح العامة بالنسبة للنوم والرداءة أي شيء مغير لأمور الطفل اليومية بردعته بنومته بتصرفاته مثلا إذا كان عم يردع كل ساعتين ثلاثة فجأة هلأ صار ست ساعات ثم ساعات مش عم بيشرب أو مش عم بيطلب أو أنا عم بحاول تعميه بس هو عنده خمول مش عم بمص هذا لازم نشوف أكيد طبيب الأطفال النوم الزيادة عن طبيعته يعني كان هو ينام ساعة ساعة ونص يجعي فيه نحكي بالأسابيع الأولى لأ فجأة نيم كل نهار وعنده خمول كمان لازم نشوف الطبيب درجة حرارته اللي هي الطبيعية بين 36 و 37 ونص لأيناها فوق 37 ونص أكيد لازم نشوف الطبيب عم بيصدر أصوات مثل فيها أنين فيها تنفس مش طبيعته بدنا نشوف الطبيب فأي شيء مغير لأمور اللي هي الأمة تعودت عليها مش غلط أكيد نشوف الطبيب المختص بالنسبة لها بمجتمعات الدعم للأباء والأمهات الجدد هو شغل كتير مهمة دعم الأهل الجد الجد الأقرباء الأخت والأخ يعني وجود العائلة أمر كتير مهم لكن أيضا مع هذا الدعم يأتي في إله إذا بدك الجانب الآخر منه أنه بيصيروا هالأمهات والأباء الجدد يسمعوا لجيرانهم لصديقاتهم لصديقوا كيف تعامل مع ابنه وممكن أن يقوموا ببعض الأشياء أو السلوكيات اللي ممكن تضر الطفل على سبيل المثال أنا جربت شيء هيدا الشي لأبني جربوا إليه مدى هذا مضر مثل ما قالت هو سيف ذو حد ديني يعني نحن بحاجة للدعم من الأم أم زوجي أمي إختي إذا كان عندها هيدا الإكسبرينس أنه تريحني لما أكون أنا بحاجة لأرتاح كأم جديدة ولكن كترة النصائح وإذا بدك الاقتراحات بتصير اقتراحات لأ شو عم تعطيه حليب لأ أنا ابني أخذ هذا الحليب بعقب فيلا غيري له فهوني منبلش بالإشها اللي بتبلش تدر الطفل ما تفيده يعني إذا الطفل عم بيأخذ حليب معين هو مرتاح لأله شو ما كان نوعيته لازم نلتزم فيه منسمة لغيرنا حتى لو كان عندهم بحليب تاني الطفل مثلا لونه أصفر عنده صفيرة حطيله إشارب أصفر لبسي أصفر غلط لازم هذا شيء صحي لازم نراجع المختص الطبيب الأطفال مش شجارة مش رفقتنا ما عم بيشبع خلطي له هذا الحليب مع هذا الحليب أو زودة البودرة عن كمية الماء أو عطي ماء وسكر منلاقي الطفل صار عنده جفاف صار عنده إسهار صار عنده مشاكل صحية خطيرة فلازم نحن نعرف كأم جديدة إمتي بنا نسأل الطبيب المختص وإمتي نستشير يمكن أهلنا أكتر بأمور كيفية التعامل مع الطفل نعم يعني الكثير من مثل ما من هالنصائح اللي قدمتين لنا دكتور هني مفيدين من نفس الوقت بمحلهم وبوقتهم لأنه مع الخوف والألق اللي بعيشوا الأهل مع الضياع اللي بعيشوا ومع أيضا مثل ما قلت الأرائي اللي قد تأتي من الخارج ممكن أنه ما يقدروا ما يقدروا فعليا يضبطوا هذا الموضوع نصيحتك الأخيرة للأهل للأمهات والأباء الجدد بالتعامل مع ولدهم ويمكن أول ولد بالعيلة وأول تجربة اللي عم يعيشوها كأهل يستمتعوا بهذا التجربة لأنه تجربة حلوة ولازم تكون فيه مشاركة بين الأب والأم ودايما الأم تحاول تخفف من توترها لأنه غريزتها هي أول سلاح الهوية اللي حيخليها تعرف كيف تهتم بطفلة يعني هيدا العاطفة والغريزة اللي موجودة فيها كفيلة أنه هي تقدر تهتم بطفلة وتعطيل الغذاء والاهتمام البدية ويكون دايما السؤال بالأمور المتعلقة بصحة الطفل أو بغذاءه إذا كان فيه تغيير يكون مع المختص ومش مع حدا غير المساعدة عشان هي تقدر تكمل تهتم بالطفل صحيح أنا بشكري كتير شكرا لك دكتورة لطيفة الحناوي الاختصاصية في طب الأطفال وحديثي الولادة على كل هذه المعلومات المفيدة والقيمة اللي قدمتين إليها ومنقلهم للأباء خاصة حطوا إيدكن لازم ضروري حطوا إيدكن خاصة بمجال النوم وخلين نريح الأم يلي هي يعني مثل ما قلت بغريزتها وبالخوف الغريزي اللي عندها لازم أيضا كمان أنها ترتاح ترتاح شكرا شكرا لك